حياكم الله من جديد لنشرح في هذا الدرس مفهوم data structure يسمى الاستاك إذن ما هو الاستاك الاستاك هو عبارة عن data structure يستخدم داخل النظام التشغيل وكذاك يستخدم في كثير من المساء اللي سوف نستخدمها أو سوف نحلها إثناء العمل الخاصة بنا ميكانيكية عمل الاستاك هي هي last in first out يعني آخر واحد يدخل هو أول واحد سوف يخرج وهذا ميكانيكية عمله لو أردت أنا أصمم لك الاستاك بسيط كيف أصممه؟ طبعا دعني بداي أمسح لك هذه الشاشة وأحاول أني أصمم لك الاستاك البسيط وسوف أخذ لك مصدرة وأصمم خط من هنا أقول لك هذا هو الاستاك وأعود لك من هنا خط آخر هذا هو الشكل تصميمك الاستاك عندما تعمل مع الاستاك شي عمودي فلنفرض أول شيء تحدد حجم الاستاك كم حجم؟ لنفرض حجم ستة فسوف يكون به ست خلايا واحد، اثنين، ثلاثة أربعة، خمسة وهذا سادس عنصر نفترض هذا أخير شيء هو معنصر مجرد بهذا الشكل فأوكي، ست خلايا في هذا الاستاك موجودة، الأمر الثاني المهم في الاستاك هو التوب ما هو، أين هو المؤشر التوب يكون هنا في البداية صفر أوكي؟ نفترض هذا هو موقع رقم واحد هذا موقع رقم اثنين، ثلاثة أربعة، خمسة، ستة فجأنا نريد نعمل مع الاستاك فأول شيء نحتاج أن نضيف بيانات في الاستاك ذاك صحيح يعني بوش يسمى عمليات البوش أو إضافة في الاستاك فكيف تضيف في الاستاك؟ نريد نفرض أن تضيف رقم ثلاثين لهذا الاستاك إيش رح تسوي؟ أول شيء رح تزود التوب بمقدار واحد يعني التوب يساوينا توب بلاس وان يعني صفر زائدا واحد النتيجة هي واحد فواحد ثم تأخذ تقول له أوكي تقول له إيش إيش اسمه هذا؟ قلنا اسمه استاك فتقول له استاك المن للتوب تضيف بالايتم الثلاثين كأنما يأخذ لك الثلاثين ويضيف لك إياه هنا أوكي؟ الآن تريد أن تستمر طبعا هذا يعني أن يمسح لك هذا الخط ما لدى أي تريد أن تضيف تعمل بوش لآيتم آخر اللي هو ينفرض على سبيل المثال هذا أول آيتم ضفناه تضيف آيتم رقم عاشرة كيف تضيفه؟ نفس العملية تزود التوب بمقدار واحد يعني التوب يصبح اثنيا يعني يأشر هنا للتوب ثم استاك للتوب يساوي أنه عاشرة فسوف تأخذ العاشرة وتضيفها هنا أوكي؟ ثم تستمر بنفس العملية مع البقية العناصر تريد أن تضيفها ضفنا العاشرة تضيف أن تضيف خمسة عاش سوف تأخذ الخمسة عاش وتضيفها طبعا بهذا الشكل تضيف هنا الخمسة عاش أكيد التوب يزداد بواحد يعني التوب يصبح مقدارة ثلاثة ثم تريد أن تضيف آيتم أخرى يعني بنفس الطريقة تريد أن تضيف آيتم ستة فتأخذ ستة تزود التوب بمقدار واحد يصير مقدار التوب أربعة تضيفها في الاستاكل الأربعة يصبح ستة هنا وتكرر العملية يعني البقية العناصر تخيل أن تريد أن تضيف بعض عناصر فإيش تضيف؟ تضيف ثمانية نفس العملية يأخذها وتضيفها هناك وتضيف أربعة تأخذها وتضيفها هناك وخلاص إذن في كل الحالتين في حالة الثمانية وفي حالة الأربعة أنه أنت إيش أخذت التوب زودته الآن التوب كم أصبح مقدارة هنا؟ أكيد ستة الآن جيت رت تضيف أنت أيتم آخر في الاستاكل نضيف رت تضيف خمسة عشر فإنما جيت رت تضيفه هنا سأقول لك التوب التوب يساوي لنا السايز يعني الاستاكل إزفول يعني الاستاكل ممتلئ يقول لك ما ممكن نضيفه لا تضيف يعني يقول لك هذا الايتم ما ممكن نضيفه داخل الاستاكل لا تضيف ليش؟ لأنه استاكل أساسا طبعا هذه العملية StacksFull يعتمد على ميكانيكية الاستاك تشد عدة انواع من الاستاك سوف انا اشرحها لاحقا بعض الاستاكي لا يمتلئ ابدا لانه يستخدم الDynamic Array هناك ثلاث انواع من الاستاكي الاستاكي يستخدم الArray هذا الاستاك ممكن يمتلئ الاستاكي يستخدم الDynamic Array نعرف حين الDynamic Array يعني ما تم ملعه طول يتضاعه في حجمه هذا ما يمتلئ ابدا ما يمتلئ واستاكي يستخدم الLink List ايضا هذا ما يمتلئ يعني فقط في هذه الحالة نستخدم مسلوب الفول يعني حسب الData Structure اللي بنيني بها الاستاك وسوف نشرحها لاحقا اذا هذه ببساطة كيفية العمل الPush داخل او وضافة ايتمز داخل الاستاك تخيل انت الان تريد ان تقوم بسحب بيانات من الاستاك فعملية سحب البيانات من الاستاك ايش تسمى؟ تسمى POOP اذا فقط امسح الصبورة ووضح لك العملية الثانية اللي في الاستاك سمى POOP يعني سحب حتى تسحب البيانات اول شي تأخذ الاستاك المين للتوب الايتم الموجود في التوب وبعدها ايش تنقص التوب يساوي انه وتستمر فاول شي تريد ان تحذف انت هذا الايتم فتأخذ الاستاك للتوب اللي هو اربعة يعني تزيل الاربعة وتنقص التوب بمقدار واحد يعني التوب يصبح كم حجمة التوب يصبح حجمة خمسة هاي حذفت الرغم تقدم انت تحذف رقم ثاني تقدم ان تحذف ثمانية فحذفت اباشüyor ثم التوب تنقصه بمقدار واحد التوب يتحول الا ايش تحول لقيمتها uh condi ويتحول الامر ثم تقدم انت تحذف رقم �تة تحذف ثم تقلل التوب بمقدار واحد يصبحت التوب ت thighs توذه انت تحذف الامر تيحذف تقلل التوب بمقدار واحد يصبح اثنيا الآن تريد تحذفه وتقل med top 1 يصبح top 1 تريد أن تحذفه وتقل med top 1 يصبح top age 0 الآن عندما تريد أن تحذف ماذا لأنه met based stack empathy فيقول لك ما ممكن أحذف لأنه مانتهي إذن أمور مهمة فتاهمناها في هذا الدرس prestlay point ولكن إذا أصبح full ما نقدر نضيف فتري وبوب نسحب وإذا أصبح إمبتي ما نقدر نسحب بعد إليميت لماذا سميناه فيرس لاست إن فيرس آوت لأنه لو ترى دخلنا أربع ستة ثمانية عشرة ثنعاش فلما ريد نسحب أول آتم نقدر نسحبه هو الثنعاش بعدها نسحب عشرة بعدها ثمانية بعدها ستة ما نقدر نسحب ستة ونقدر نسحب ثمانية إذا كان هناك آتم قبله الآن لننتقل إلى جزء مهم جداً ألا هو هو كيفية حساب البيك أو في الستاك إذن كيف نتم حساب البيك أو في الستاك أول شاني نبدأ على أمور البسيطة ألا وهي عملية الأكسس حتى تصل لأي إليميت طبعاً لو اختخلنا هذا الستاك إيش هو هذا الستاك بهذه الآتم واحد أربعة ثمانية ستة فللوصول لأي آتم داخل الستاك نحتاج إيش إلى أو أوف إن بإنه إحنا ما نقدر نصلي للآتم في الإنديكس واحد أو اثنين أو أربعة أو خمسة لأنه أول واحد يدخل أو آخر واحد يخرج فإنه عندما نسحب نبدأ نسحب من هنا ثم هذا ثم هذا إذن أو أوف إن هاي عندما نعمل أكسس في السيرتش حتى نبحث عن إليميت نحتاج أن نخرجهم بإليميت كلهم ثم نبحث عليه نبحث عليه بين مجموعة إليميت ما عنده إنديكس معين أيضا أو أوف إن أما بالنسبة للآد أو الإنسيرت أو البوش إنسيرت هذا يستحتاج إلى أو أوف ون فقط ليش؟ لأنه حتى نعمل إنسيرت نضيف آخر آتم فقط في النهاية فإنه يحتاج إلى ستيب وحده أما بالنسبة على البوب أو ديليت فأيضا يحتاج أو أوف ون ليش؟ لأنه نحتاج بروسس وحده نسحب فقط آخر إليميت هذه ببساطة كيفية العمل مع الستاك وهذه البيج أو للستاك فإذا كان عندك عملية إنسيرت وديليت يكون عملية سهلة جدا أو أوف ون أما بالنسبة للأكسز والسيرج تحتاج أوف أوف إن لأنه تخيل أنت تبحث وسوف نراه في الدرس القادم في الكود العملية مختلفة حتى أنه يكون هذا الدرس شكرا لك وفي أمان الله شكرا لك